سلام معكم حكاية ريمة المغربية اللي كتمنى لكم دائما الخير وكتمنى لكم الصحة والعافية وتحياتي لجامعة خوتي داخل الوطن وخارج الوطن اخوتي جديد اللي انضموا قناتهم قناة حكاية ريمة المغربية كنقول لكم مرحبا بكم وشرفتوني ونورتوني اما اخوتي اللي دائما كيدعموني اللي يخطيكم عليها وربي خليكم ليها وبطبعة الحال خايو اللي اختي اللي كتشوفني دابة واول مرة كتشوف قناتي ما علي قغير تعمل اشتراك وتعمل لايك وتفع على الجرس باش توصل بكل جديد وبطبعة الحال اخوتي ما تنسونيش من التعاليق ديلكم الغزالة حيث كتفرح لي قلبي والهلي خطيكم عليها وبارتاجوا اخوتي بارتاجوا بارتاجوا مع الحباب والصحاب وباش تكبر قناتكم قناة حكاية ريمة المغربية وتزاد عائلتنا وتولي عائلة كبيرة اليوم اخوتي الموضوع دي القصة دينا على الغربة كما كان عارفو كيني بزاف دي الناس تغربت واللي يقطعوا البحورة كيني اللي يهاجروا يعني بطريقة شرعية وبطريقة غير شرعية المهم الهدف كامل انهم يمشوا ويجبروا الفرص ديال العمل ويحسنوا المستوى المعيشي ديالهم هناك كيني اللي يسمح فولاده كيني اللي يسمح فخوته كيني اللي يسمح فعائلته وفي مرتوه كل شي على اساس انه عايمشي عاوض امره في بلاد المهجر وعايجي ويطلع اولاده وكيني اللي مكيقدرش يطلعهم مكيطلع عشي مرتوه كتبقى مرتوه هي اللي هنا هي اللي كتصرف وتطال انه كيسرد الفلوس فقط اليوما قصة اليوما يعني من الواقع يعني بزاف ديال الناس كيعيشوها وكيوقع هادشي هذا في المجتمعات ديالنا لهذا اخوتي بقوا معايا بتسمعوا القصة وتعرفوا الاحداث ديال القصة ودفا هي اللي تسمعوا القصة السلام معاكم فريدة شعون قولكم كنت مزيونة ومقبولة واللي شافني كيحمق عليا انا كنك يعجبني راسي وكنت حاسب راسي مزيونة دائما كان احلم في فارس الاحلام اللي عم بغي هو يبغيني حتى قريتي ما كملتاشي اولا بسبب ظروف المادية ديال عائلتي وثانيا كانوا ديمك يقولوا البنت تقرح التتعية في الاخير كتكون في دار رجلة وانا داكلك لم تحشش لي فراسي كان في عمري سبعتاشر سنة منلي جوا وخطبوني عائلتي دا غي قبلوا خصوصا انهم في بالهم الزواج دا البنت سترة ايوا يا اخوتي داز كل شي بسرعة البرق دربنا صدق وقال لك صافي هنا نحبسو بلا ما نخسروا الفلوس في هاد العرس المكلة فيك ونعلافك وافقنا ومشيت نضار رجلي دوست عامين ماشي صدع بين عائلتي وعائلته صدق طلقني دك الساعة كان في عمري تسعتاشر سنة هي هاتك اخوتي صافي انا خرجت كنقلب على خدمة والحمد لله سهل علي يا ربي خدمت في مؤسسة حكومية وتما في انت عرفت على فتاة احلامي والحمد لله داغ يا جغط ابني تزوجنا وعيشنا مع دارهم بحكم الصالير على قدو ومع انقدروش نكريو صافي اعطوني بيت فسطح والعولة كانت وحدة صراحة كنا عايشين سعادة وخل ما عيش على قدة ولكن شكووني خليك هنية ولت جد توام وكانت الحياة احلى صافي شوية بداول مشاكل بيني وبين عائلة رجلي اكتري على المصرف الدوجة غالي الماجة غالي اعطيتو المصرف قليل ما عارف شنو المهم مشاكل علاقة في حاجة رجلي كان كيف تشعلاش خدمة باش يحسن بها الوضعية والحمد لله سهل علي ربي فح الخدمة في الطاليان هي هادك اخوتي رجلي صافر وخلاني عند عائلتي حتى تحسن ضروفه وكريلي صافي بقى تماما واستقر في خدمته واحد نهار طلب مني نصافرني عنده بالحق انا ما عرفت شي خفت اخوتي خفت نمشي وفضلت نبقى في بلادي مع عائلتي صافي قال لي بالليدة بقى احوال المادية مزيانة وبلا ما نخدم ونبقى في الدارة بالوليدات بقيت كل مرة كنشد كونجي وكل مرة كنتفعش هادة طبية وعايشة بدك الشي اللي كي يسرد لي رجلي كنصرف على راسي وعلى أولادي دازت لي يم وسنين وطالت الغيبة رجلي كنكي جاعدنا غير مرة كل عامين صراحة بديت كنحس بالفراغ العاطفي كل مرة كنقول له صافي دابا جمعتي الفلوس رجع في حالك كي يقول لي بغيت نرجع شو أمور حتى نضرجة من اللي كي يجي كنحس به شخص غريب ما كان عارفوش وولاده ما كيحسوش بالدور ضباهم في حياتهم ما كيحسوش بالعطف دي الأبوة وديك الجو الأسري وليفنا الحياة بلا به ولا غريب علينا ولا بالنسبة لينا غير مصدر مالي وصافي مع المدة تحسنت الأوضاع درجلي المادية وطلب مني نسمح في الخدمة وذلك شي اللي عملت أخوتي قدمت استقلتي ونفتت الطالب درجلي قلت اللهم نقلس في دارين معززة مكرمة ولا نضرب تمارا وحد أنا اللي كنت كنصرف في الفلوس اللي خصتنا أنا وليدتي كنجيبة كان عزيزة اللي المساريات والرحالات ايه وكنت كنخسر أخوتي الفلوس بلا ما نعمل حسب نغدة غير هو بلا منيك وحسب يقول لك كنبغيك وتوحشك هذه الكلمات ومبقيت شي كنسمعه تبدل أم احد اخر مبقى كيف كان وانا بدت أخوتي كنحس برصي بوحدي كنت باقة صغيرة ومزيونة وعاطية العين حتى انا واحد نهار ماشى نلحنت ووقف علي واحد الولد طلبي تزوج بي كن كيزيال له انا مزوجاتي والعيال غير أخوتي انا بلا ما نحس بديت أخوتي كنجمع معاه ونحاود له على رجلي السياد بقى كيحاول يقنعني نتفارق مع رجلي ونتزوج به وباللي هو يعوضني على اي حاجة فتقدتها في حياتي الصراحة ما كنت كنطلقاه ولكن خدت رقم التليفون دياله وولي نكن هضرو بزاف التليفون كان بقى نهضرو بالساعات صافي رجلي جعه وتاني ولكن هاد المرة كنت مبدلة وخاما كنشي نويان طلب الطلاق ولكن كنت معاه مرا وقتي رجلي حس بشي حاجة ماشي هي هديك بقى كي بحاج بر تليفون ما كيوقفشي من العياطات والفلوس في البنكة نقسم بزاف ماشي غير كان صرف كنت مبدرة وزيد عليها خلاني حتى حطي التليفون ودخل شفك العيطات والمساجات تم مقطع الشك بالياقين وفي ذلك الساعات طلقني أما خينا اللي كان كيبي اللي غير العمار غير سمعني طلقت خواختي السكتور وقع ما بقى كي تواصل معايا قلت مطلقة وانا بقى في الثلاثينات خسرت كل شيء رجلي خدمتي وما خديت والو غير ولادي وانا فقط كل شهر اللي خرجتها للمحكمة اللي ما تكفيك نوالو وليت من خدمة خدمة وليت نجفف في الضيار وليت أخو تنهخص القشاع ومن مطعن آخر باش نقدر نصرف على أولادي أما رجلي قاع ما بقى كي تسوق لان ولاده ولان ليلي ما كي سوول شي حتى عليهم واخك يجي من الصفر ما كي يشوفهم ولا يسوول فيهم ما بقى كيهم ولا ينجحوا ولا يسقطوا ولا قاسح حتى على أولاده جمع بزردي الفلوس وعمل لك سيادي فيلا ولا غير كي تزوج ويطلق صافي ولا قلبه قاسح ولا قلبه ميت قاع ما بقى كيهمه يتشرد أولاده من بعده ولا يوقع له من اليوقع هو قاع ما وليك يهتم ودابا أنا عليين خمسين عام وباقى كن كافح باش ناكل طرف الخبز أنا أولادي وبقيت لا حب لا حياة وكانت هدية قصتي وكانت تمنى تكون أخذتوا العبرة من قصتي وما تعملوش الخطأ اللي عملتوا أنا إذا عجبتكم أخوتي القصة ما تنسونيش من الدعم ديلكم باللايك والشراك وفعلوا جرس بيتوصلوا بك الجديد ومع سلامة إلى قصة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة